السؤال من هو هذا الشاب ومن الذي أتى به إلى بلادنا من هو القاتل من هو الإرهابي الليبي اسمه الحركي وسام اسمه الحقيقي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري من قبيلة المسامير هو ليبي الجنسية ولد في مدينة درنة مدينة درنة حوالي تعداد سكانها ما بين 120 ل130 ألف يسيطر عليها الاتجاه السلفي التكفيري يوجد فيها الكثير من الشباب الذين يوالون تنظيم القاعدة معظمهم يجيد استخدام السلاح دون تدريب هو مقيم في حي اسمه حي السلام هو ينتمي إلى الطبقة دون المتوسطة والده عامل بسيط أسرته مكونة من عشرة أشخاص ولد يوم 15-92 انضم في 2014 هو بعد جيرانه من الشباب الليبي إلى ما يعرف بتنظيم مجلس شورى المجاهدين المتأثر بتنظيم القاعدة شارك في عمليات قبل ذلك في ليبيا مع شورى المجاهدين ضد تنظيم داعش اللي هو الإرهابي وقوات حفتر اللي هي طيار من داخل أقوات المسلحة الليبية في 2015 تغيرت أفكاره وحياته حينما تعرف على القيادي المصري المعروف حركيا باسم الشيخ حاتم أو عماد الدين عبد الحميد اللي هو زابط متقاعد ويعيش في ليبيا وينتمي إلى الطيار الإرهاب التكفيري ويحاول أن يخلق تنظيما خاصا به لكن له ارتباطات مع الخارج سوف نكشف عنها بعد ذلك شارك في عمليات ضد تنظيم داعش في مدينة درنة وكان دوره عملية تصنيع المتفجرات كان دوره مع هذا التنظيم اللي هو تنظيم الشيخ حاتم تنظيم دور لوجستي بيقوم فيه بإعداد المتفجرات إعداد الملابس وجلب الإمدادات تسلل مع مجموعة الشيخ حاتم إلى مصر عبر الحدود